السلام عليكم كانت منا تكونوا في احسن الاحوال من خلال الفيديو غادي نشوفوا الجواب دي السؤال على الموعد اللي غادي تخطو فيه النقط ديالكم ديال الدورة الاولى يعني النتائج ديالكم فبالنسبة على حسب المذكرة الوزرية اللي صدرت نهار 12 يناير فهنا يكلقوب اللي جميع المستويات يعني تواؤل الابتدائي غادي ياخدوا ابتداء من 4 فبراير الاعداد كذلك والتناوي ابتداء من 4 فبراير فكيكونوا نقط جاهزين ديال الدورة الاولى وبالنسبة للتوزيع غادي يكون قبل العطلة ديال منتصف السنة الدراسية يعني قبل من العطلة فغادي تاخدوا لغزولتا ديالكم وبتداء من 4 فبراير فهم جاهزين في المنظومة ديال الماثر نوك خاصتكم عيكون عندكم المدباس ديالكم والاسم ديال المستخدم وكتدخلو ليه وكتشوفو من خلالو النقطة إلا بغيتو ندليكم فيديو وشرح لكم بالضبط كيفاش تدخلو الماثر وتشوفو نقطة ديالكم فخليوها ليه في تعليق هكا نديرو لكم ان شاء الله حتى هو وبالنسبة لهدي ديال مسك النقط اخر فورض المراقب المستمرة ما بين 25 و 31 يناير فهدي كتخص هالتاريح كيخص الاساتيدة يعني الوقت اللي كندخلو فيها النقط اما بالنسبة لنقط فهم جاهزين نهار 4 فبراير في جميع المستويات اتداء من 4 فبراير كيف قلت لكم في ما صار والتوزيع دياله غدي يكون قبل من العطلة ديال المنتصف ديال السنة الدراسية إلا كان هدكم شي سؤال خليو ليه في كوماته وبتوفيق لي جميع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر